تتواصل حملة القصف الجوي المكثفة على حلب وريفها في ثاني أيام شهر رمضان المبارك كسابقاته من الأيام حيث أفاد مراسلنا بأن ثلاثة نساء استشهد بقصف جوي استهدف سيارة تقلهم على طريق الكستلو الشمال حلب في حين استشهد الطفلة وشاب وأصيب أخرون جراء قصف طال العديد من أحياء وقرى حلب وريفها هذا ودعت غرفة عمليات فتح حلب إلى إلغاء صلاة الترويح في شهر رمضان لهذا العام في حلب وعدم التجمع بسبب هجمات النظام وروسيا المستمرة على المساجد وتجمعات المدنيين كما طالبت غرفة العمليات المجتمع الدولي بإعادة تفعيل الهدنة في حلب وخاصة خلال شهر رمضان المبارك ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب مدير مكتب حلب اليوم مصطفى العبدالله مصطفى لو تحدثنا بداية عن المناطق التي طالها القصف والضحايا حتى اللحظة في حلب وريفها نعم غينة نعم بداء من المنتصف ليلة أمس كان هناك قصفا مدفعيا وصاروخيا عنيفا على الكاستيلو أدى إلى احتراق السيارة واستشهاد ثلاثة نساء وإصابة العديد من المدنيين بجروح وإصابات باليغة في طريق الكاستيلو ثم كان هناك قصفا في كفر حمرة وكفر حلب ودارة عزة في الريف الغربي والشمالي بالصواريخ الفوسفورية والفراغية وأربع غارات بعنقودي وفراغي على مدينة دارة عزة أدت إلى استشهاد شهيد أيضا وإلى الشهيد هو طفل كان قد استشل أبويه قبل سنة في مجزرة الفردوس صباح اليوم تواصلت المجازر وتواصل القصف الجوي على الجندول ومحيطه وطريق الباب بغارات مكسفة جدا منطقة مساكن هنانو والكاستيلو وكفر حمرة كان هناك غارات أيضا مكسفة جدا بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية الليرامون وظهرة عواد وأرض الحمرة والحيداري والميسر أكثر من عشرين غارة جوية صباح اليوم في الليرامون سقط طفلين نتيجة استداف المدينة بعنقودي وهناك عشرات من الإصابات وهناك أيضا الآن منذ قليل سقط أكثر من سلاسة براميل في منطقة قاضي عسكر عند الدوار وبالقرب نحي الميسر هذا هو وضع الآن القصف في مدينة حلب وريفها الشمالي والغربي نعم تفضل مصطفى هل تريد أن تضيف شيئا كيف تبدو أوضاع المدنيين في حلب وريفها في ظل القصف والنزوح في ثاني أيام شهر رمضان المبارك مصطفى هل تسمعوني أسمعك جيدا نعم أسألك كيف تبدو أوضاع المدنيين في حلب في ثاني أيام شهر رمضان المبارك في ظل القصف والنزوح المدنيين كل يوم يتحسسون أوضاع السماء هل هناك طيران حربي؟ هل هناك طيران مروحي؟ الواقع أن الطيران الحربي والمروحي يوفاجئ الناس بأوقات القصف بشكل غير معروف وغير محدد وليمكن لأحد أتنبؤ فيه صباح اليوم الحركة خجولة جداً لن تجد أحداً في الشوارع خوفاً من مباغة من الطيران الحربي والطيران الحربي الروسي وطيران النظام المروحي والقصف المتفعي الذي يشتعله بشكل مفاجئ لكن بعد أقل من ساعة أو ساعتين ستجدين أن الأسواق عادت إليها الحيوية بشكل مقمول ومنطقي بسبب الأوضاع الأمنية الحالية نعم، طيب ماذا لديك من تفاصيل عن تطورات المعارك على جبهات القتال في ريف حلب الجنوبي؟ هناك اشتباكات مستمرة منذ صباح أمس وحتى اليوم الاشتباكات جرت بسبب أن النظام وميليشياته الطائفية البارحة تقدمت واستعادت منطقة مستودعات خانطومان الواقع الشرقي منطقة خانطومان السوار بادروا إلى هجوم معاكس وقاموا بتفجير عربة مفخخة واستعادوا هذه النقاط واستطاعوا تدمير دبابة وبين بي عدد 2 ومدفع 23 ومدفع 14.5 اليوم صباحا ننزل الصباح وإلى الآن هناك أكثر من 28 غارة جوية على منطقة خانطومان ومعاراتا وجبهة الحميرة تلت الحميرة ما تزال اشتباكات قائمة السوار قاموا بهجوم معاكس كما ذكرت والنظام يكسف قصفه المدفعي والطيران الروسي وطيران النظام في محاولة لأن يسترد زماما مبادرة في الريف الجنوبي ولكن صراحة موقف السوار العسكري موقف ممتاز جدا لم يستطع نظامهم كل القصف الذي مارسه وقام به أن يتقدم حتى متر واحد نعم شكرا لك مصطفى عبدالله مدير مكتب حلب اليوم في حلب أهلا بك ترجمة نانسي قنقر